وجدت بريطانيا نفسها مجبرة على الرحيل فقد خاض اليمنيون في جنوب اليمن أربع سنوات من الكفاح المسلح الذي ابتدى في اكتوبر 1962 ناورت لندن حينها للبقاء إلا أن نوفمبر 1967 شهد تظاهرات شعبية مرافقة للنضال العسكري وهو ما جعل بريطانيا توقع في جنيف على وثيقة الاستقلال رفعت بريطانيا يدها العسكرية عن عدن بعد 129 عاما من الاستعمار وتم إعلان الاستقلال في 30 نوفمبر وهو اليوم الذي أضحى مناسبة وطنية يحتفى بها كل عام بجلاء آخر جندي بريطاني من اليمن لكن وبعد مرور أكثر من خمسين سنة على خروج بريطانيا من عدن هل انتهى تدخل البريطاني في اليمن؟ هذا التساؤل عاد ليطرح نفسه بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لعيد الجلاء خصوصا مع تزامن الذكرى الحالية مع دخول بريطانيا كلاعب في مسار التسوية السياسية الراهنة ركزت بريطانيا حضورها في الجانب الدبلوماسي بعد تعيين مارتين غريفث مبعوثا للأمم المتحدة في اليمن وبرزت في الأشهر الأخيرة كوسيط دولي مواثر ومع أن محللين يرون في هذا الوسيط الدولي جزءا من التفاهمات الدولية في دارة المشهد الإقليمي المضطرب إلا أن مراقبين يشككون في طبيعة الدور البريطاني لدرجة حديث بعضهم عن توجه لعودة بريطانيا لكن من زاوية السياسة